يا وطن وانعكاساتها على حياة المواطن الاجتماعية والمعيشية هذه النشرة برعاية شركة سند سند استدامة تطوير بناء أهلا بكم في نشرة وطن الاقتصادية وفيها أهم أخبار الاقتصاد المحلي والإقليمي والعالمي اليوم الأحد الثلاثين من نيسان للعام الفين وثلاثة وعشرين معكم في الأعداد والتقديم أنا رشح السوني والتحية للزملاء في غرفة التحكم محمد زاغة ومحمود معطان تتابعون الآن على وطن أفأم على موجتنا العاملات على التردد 99.2 أفأم وعبر تلفزيون وطن على التلفزيونات التفاعلية وعبر البث المباشر على صفحة وطن على فيسبوك نشرة وطن الاقتصادية تأتي برعاية شركة سند سند استدامة تطوير وبناء ومباشرة إلى العنوين في ورقتنا الأولى انخفاض أسعار المنتج خلال آذار الماضي وفي ورقتنا الثانية عشية يوم العمال العالمي 367 ألف عاطل عن العمل والخليل ودير البلح تتصدران أعلى معدل للبطالة وفي ورقتنا ثالثة الأخيرة غلاء وأسعار المحروقات ومنتجات الألبان في دولة الاحتلال مطلع الشهر القادم من العنوين ننتقل إلى التفاصيل متابعين الكرام وفي تفاصيل ورقتنا الأولى سجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج انخفاضا طفيفا قدر بـ 0.18% خلال شهر آذار الماضي مقارنة مع شهر شباط من العام الجاري حيث بلغ الرقم القياسي العام 108.25% خلال شهر آذار مقارنة بـ 108.45% خلال شهر شباط وسجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محليا من الإنتاج المحلي الوطني الفلسطيني انخفاضا أيضا طفيفا قدر بـ 0.20% حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محليا 108.11 نقطة خلال شهر آذار مقارنة بـ 108.33 نقطة خلال شهر شباط أما فيما يتعلق بالرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة خلال شهر آذار من العام الجاري فقد سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي استقرارا خلال شهر آذار في العام الجاري ننتقل الآن إلى حركة أسعار المنتج ضمن الأنشطاء الرئيسية خلال آذار الماضي ونشير إلى أن أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء سجلت انخفاضا قدرة بـ 2.15% وتشكل أهميتها النسبية 8.23% من المنتج القومي فيما يتعلق بأسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر فقد سجلت انخفاضا مقداره 0.55% خلال شهر آذار الماضي مقارنة بشهر شباط أيضا سجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة والصيد الأسماك انخفاضا طفيفا قدرة بـ 0.15% وتشكل أهميتها النسبية 29% تقريبا 30% تشكل أهميتها النسبية من سلة المنتج الوطني وفيما يتعلق بأسعار السلع ضمن نشاط الانتاج الحيواني فقد سجلت ارتفاعا قدرت نسبته بـ 1.91% بلغ متوسط سعر كل من العجل البلدي عفوا وهنا طبعا هذه الأسعار التي الموردة هي لكل كيلو عجل البلدي 17.29% 17 شكل و29 أغورا الخروف البلدي 31 شكل و21 أغورا الماعز البلدي 33 شكل و68 أغورا للكيلو جرام الواحد على رغم من انخفاض متوسط سعر كل من البيض الطازج والدجاج اللاحم أيضا إلى ورقتنا الثانية متابعين الكرام وفيها 367 ألف متعطل عن العمل عشية يوم العمال العالمي في فلسطين 367 ألف عامل متعطل عن العمل والخليل ودير البلح تتصدران أعلى معدل للبطلة وفي حقيقة أيضا متعلقة بواقع العمل وواقع العمال في فلسطين عشية يوم العمال الفلسطيني نذكر بأن أكثر من مليون عامل في فلسطين ويعملون في فلسطين والقطاع الخاص هو المشغل الأكبر وأربعون بالمئة من المستخدمين بأجر يتقاضون أجر شهريا أقل من الحد الأدنى للأجور ترجمة نانسي قنقر في تفاصيل هذه العنوين الرئيسية قال الجهاز المركزي للإحصاء أن عدد العاملين في فلسطين بلغ مليون ومئة وثلاثة وثلاثين ألف عامل بواقع ستمائة وخمسة وخمسين ألف عامل في الضفة الغربية ومئتين وخمسة وثمانين ألف عامل في قطاع غزة ومئة وثلاثة وتسعين ألف عامل يعملون في الداخل المحتل ستمائة وخمسة وخمسين ألف عامل في الضفة الغربية ومئتين وخمسة وثمانين ألف يعملون في قطاع غزة ومئة وثلاثة وتسعين ألفا يعملون في الداخل المحتل حول الواقع العمالي في فلسطين نتحدث متابعين الكرام وفقا لتقرير صدر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني اليوم أصدره لمناسبة اليوم العالمي للعمال ويصادف الأول من أيار في كل عام وأوضح التقرير بأن عدد المتعطلين عن العمل انخفض إلى ثلاثمائة وسبعة وستين ألفا في العام الماضي مقارنة بثلاثمائة واثنين وسبعين ألفا في العام الذي سبقه العام الفين وواحد وعشرين كما انخفض معدل البطالة بين الأفراد المشاركين في القوى العاملة في فلسطين في العام الفين واثنين وعشرين إلى حوالي أربعة وعشرين بالمئة مقارنة مع حوالي ستة وعشرين بالمئة في العام الذي سبقه وذلك نتيجة لارتفاع نسبة المشاركة في القوى العاملة 45% مقرنة بحوالي 43% للعام 2021 على مستوى المنطقة انخفض معدل البطالة لكل من الضفات الغربية وقطع غزة إذ بلغ حوالي 13% في الضفة الغربية و45% في قطاع غزة مقرنة بحوالي 16% و47% في قطاع غزة في العام 2021 في التوضيح متابعين الكرام نشير كما الآتي في العام 2022 تم تسجيل انخفاض على معدل البطالة المتتبع للنتيجة المتتبع للمؤشر سيجد بأنه انخفاض طفيف وليس انخفاض ملموس عمليا على معدلات البطالة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة نشير إلى الآتي في الضفة الغربية في سنة 22 انخفض معدل البطالة سجلت 13% كان قد سجل 16% في سنة 21 في قطاع غزة في العام الماضي سجل 45% وكان قد سجل 47% في سنة 21 محافظة الخليل محافظة الخليل وجينين تتصدران أعلى معدل البطالة في الضفة الغربية ومحافظة دير البلح تتصدر أعلى معدل البطالة في قطاع غزة في التفاصيل سجلت محافظتي الخليل وجينين في الضفة الغربية أعلى معدل البطالة لعام 20-22 إذ بلغ حوالي 17% تلتهم محافظة بيت لحم بحوالي 15% بينما كان أدنى معدل البطالة في الضفة الغربية في محافظة القدس وبلغ حوالي 3% بالانتقال إلى قطاع غزة سجلت محافظة دير البلح المعدل الأعلى للبطالة بحوالي 55% تلتها محافظة خان يونس بحوالي 49% بينما كان أدنى معدل البطالة في محافظة شمال غزة وجاء على حوالي 38% أكثر من مليون عامل والقطاع الخاص الأكثر تشغي لنا في تفاصيل هذا العنوان متابعين الكرام نشير إلى أن عدد العاملين في فلسطين كلياً بلغ مليون و133 ألف عاملين بواقع 655 ألفاً في الضفة 285 ألفاً في غزة و193 ألفاً في الداخل المحتل وفي المستوطنات أيضاً منهم حوالي 862 ألفاً مستخدماً بأجر في فلسطين وفقاً للتقرير الصادر عن جهاز الإحصاء المركزي فإن حوالي 54% من مجموع المستخدمين بأجر في فلسطين يعملون في القطاع الخاص بمعنى أن القطاع الخاص هو المشغل الأكبر للعمال في فلسطين بالنسبة للأرقام والأعداد في الضفة وفي قطاع غزة 327 ألفاً يعملون بأجر في الضفة الغربية يشغلهم القطاع الخاص في الضفة الغربية و140 ألفاً يشغلهم القطاع الخاص في قطاع غزة حوالي 24% يعملون في القطاع الحكومي و22% يعملون في الداخل المحتل وفي المستوطنات و40% من المستخدمين بأجر في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى في التفاصيل بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يتقاضون أقل من الحد الأدنى للأجور وهو طبعاً مقر بـ 1880 شيكلاً حوالي 172 ألف مستخدم بأجر مستخدم بأجر منهم 65 ألفاً في الضفة الغربية ويمثلون حوالي 19% من إجمال المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الضفة الغربية وبمعدل أجر شهري 1421 شيكل مقابل 116 ألف مستخدم بأجر في قطاع غزة يمثلون حوالي 89% من إجمال المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في غزة بمعدل أجر شهري لا يتجاوز 697 شيكل إلى ورقتنا الثالثة وفيها ارتفاع أسعار البنزين ومنتجات الألبان في دولة الاحتلال مطلع الشهر القادم في التفاصيل ذكرت وسائل أعلام العبرية أن أسعار منتجات الألبان سترتفع بنسبة 16% وسعر لتر البنزين بحوالي 40 أجورا في مطلع الشهر القادم ويصادف غداً الأثنين في حال عدم توقيع وزير مالية الاحتلال على مرسوم لخفض ضريبة لبلو التي تفرض على المحروقات حتى نهاية الشهر الجاري بالنسبة لسعر لتر البنزين 95 أكتان يبلغ حالياً 6 شيكل و81 أجورا سيرتفع إلى 7 شيكل و23 أجورا في حال عدم توقيع وزير مالية الاحتلال على مرسوم لتخفيض ضريبة لبلو بالنسبة لسعر لتر الحليب ونشير طبعاً متابعين الكرام إلى أن هذه الأسعار ستطرق عليها ارتفاعات في دولة الاحتلال سعر لتر الحليب سيرتفع من 6 شيكل و23 أجورا حالياً إلى 7 شيكل و23 أجورا فيما سيرتفع سعر كيلو الجبنة الإسرائيلية العامك من 45 شيكل إلى 52 شيكل في سياق هذه الارتفاعات متابعين الكرام نشير إلى أن وزير مالية الاحتلال كان قد وقع في نهاية الشهر الماضي على مرسوم لتخفيض ضريبة لبلو ب43 أجورا للتر البنزين الواحد ويسري لشهر واحد فقط إلى جانب تخفيض اللتر ب13 أجورا ولذلك لم يرتفع سعر البنزين بداية شهر نيسان الجاري ولذلك أيضاً سيكون الدعم الحكومي من طرف حكومة الاحتلال للتر البنزين ب13 أجورا في حال عدم تخفيض ضريبة لبلو نتوقف الآن متابعين الكرام عند أسعار صرف العملات كما جاءت عن بنك فلسطين ونبدأ بالدولار الأمريكي سعر الشراء جاء ب3 شكل و 62 أجورا سعر البيع جاء مماثلاً ب3 شكل و 62 أجورا إلى دينار الأردني سعر الشراء 5 شكل و 10 أجورا وسعر البيع جاء ب5 شكل و 12 أجورا ثم إلى اليورو الأوروبي سعر الشراء 3 شكل و 99 أجورا سعر البايع جاء بفارق أغورا واحدة جاء بأربعة شواقل ونختم أخيراً بالجنيه المصري مقابل الشيكل الإسرائيلي سعر الشراء كما سعر البايع تقريباً جاء بـ 12 أغورا قبل الختام متابعين الكرام عودة وتذكير بعنوين نشرة وطن الاقتصادية لهذا النهار وفي ورقتها الأولى انخفاض أسعار المنتج خلال شهر آذار الماضي وفي ورقتها الثانية عشية يوم العمال العالمي 367 ألف عاطل عن العمل في فلسطين والخليل ودير البلح تتصدران أعلى معدل للبطلة وفي الثالثة الأخيرة ارتفاع أسعار المحروقات ومنتجات الألبان مطلع الشهر القادم في دولة الاحتلال إلى هنا انتهت حلقتنا من نشرة وطن الاقتصادية لهذا النهار أشكركم متابعين الكرام على حسن المتابعة لكم تحياتي أنا الرشح السوني شكراً لزملاء في غرفة التحكم محمد زاغا ومحمود معطان شكراً جزيلاً وإلى اللقاء وطن الاقتصادية نشرة إخبارية يومية من الأحد حتى الخميس الساعة الرابعة حتى الرابعة والنصف على شبكة وطن الإعلامية نتابع آخر وأهم ملفات الشأن الاقتصادية مع تحليلات اقتصادية وانعكاساتها على حياة المواطن الاجتماعية والمعيشية هذه النشرة برعاية شركة سند سند استدامة تطوير بناء ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة